يعني نحيانا بتوقف مع حضرتك عند بيرنرد لوس بشكل خاص لأنه قال أنه يعني من ضمن هذه التقسيمات بالنسبة لمصر قال أنه في شرق مصر وسينة سيقيم دولة فلسطينية تحت الإدارة الإسرائيلية ودولة منزوعة السلاح يعني كما لو كان يعني يردد زمان ما يقوله حكام إسرائيل حاليا هم يعني نظرهم على سينة ودولة منزوعة السلاح وبها الفلسطينيين يعني التاريخ لا ينتهي بهذا الشكل ده فكر الدول الاستعمارية وعشان كده أنا أقول إسرائيل دي ما يشرز إسرائيل هي قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية باختصار كده وهم البداية بدأت 1905 لما سير هنري كامبل بانارمان رئيس وزراء إنجلترا عمل قال لهم إحنا في القمة دلوقتي إنجلترا إنما معروف إنه لما الدول الأمبراطورية تصل للقمة يبتدي إحنا عاوزين نمنع يعني يبدأ التنازل المزول والسقوط وجاب علماء بتوع الأمبراطورية الرومانية كيف سقطت والأمبراطورية الألمانية كيف سقطت وبتاع فطلعوا في القوم إزاي نؤخر هذا قلول قلولوا ما وتمناش غير المنطقة ده هي كيف نستغلها وكيف فهي شعوب ممكن تبقى قوية جدا وإذا كانت قوية جدا يأذونه يخنؤونه قنات سويس شمالا باب المندب جنوبا هرمز شرقا جبل طرق غربا فلا يمكن أن نسمح لهم بالتقدم أو الاستقرار وده عن طريق نخلق في سطوم كيان يخضع لنا وإحنا نتكفل بحمية العمر كله يعني الدافع لم يكن دافعا دينيا استعماريا استعماريا عشان كده أقول لك إسرائيل ما هي إلا قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية جانب يعملوا قاعدة هنا وقاعدة هنا وقاعدة عملوا دي قاعد ووظيفتها عشان كده التعييد اللي احنا شايفين إنجلترا وألمانيا وأمريكا طابعا فرنسا نعم وأمريكا لعبة في إيديه الصهيونية العالمية ويكفي بول فندلي في كتاب ومن يجرؤ الكلام مقدمة الكتاب بتاعه اللوم احنا في أمريكا هنا يعني اليهود في بلدنا يسيطرونا على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائس وكل اللي فضل لنا نغير اسم نيويورك إلى جويورك بلد اليهود وقاعد بقى نيويورك على سبيل المثال 8 مليون 5 مليون يهود الهاي كورت اللي هي الدستورية عندهم دي تسعة منهم سبعة يهود هكذا وبعدين قالوهم اليهود في بلدنا بسيطرين على كل حق فهي الهوليوود اللي يا مدينة السينما اللي هناك داي اللي بتاعتهم لو لا فأمريكا وعشان كده دايق فيه إن الراجل اللي كان كندي جون كندي لما سمع إن مفاعل داي مونة النووي ده هو شك اللجنة عشان تروح تدرس الموضوع ده أيامية تغتلوه لما جاء جونسون بعد منه فمساعده بيقوله نعمل إيه في اللجنة دي اللي تقعد شاك دي إيه سبب اغتياله سبب اغتيال جون كندي هم شطار أوي في الاغتيالات يعني هل هم كمان شطار أوي في المال والإعلام طبعا طبعا هم مسكين ده من الأول للآخر يعني وبعدين ياريت بيبا إعلام صادق لا يعني أساتذة في فن الكذب ده الأساتذة في فن الكذب طبعا